عملية الهضم والامتصاص مما لا شك فيه أن جميع الكائنات الحية باختلاف أنواعها تحتاج إلى الطاقة التي تضمن لها استمرارية الحياة والقدرة على تنفيذ العمليات الحيوية الخاصة بها وهذه الطاقة يتم توفيرها عبر الغذاء لكن كيف تتم عملية تحويل الطعام إلى طاقة؟ إنها عملية التمثيل الغذائي وهي سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الخلايا الموجودة في الجسم بالاعتماد على مجموعة الإنزيمات التي تؤدي دورا فعالا في نمو الكائنات الحية وتحفيزها على التفاعل مع بيئتها والآن كيف تتم عملية التمثيل الغذائي؟ بمجرد تناول الطعام وهضمه بواسطة الفم ثم انتقاله إلى المريء بحركة دودية حتى يصل إلى تجويف المعيدة يتم احتجاز الطعام لمدة قد تصل إلى بضع ساعات لتبدأ تفاعلات التمثيل الغذائي حيث تقوم عضلات المعيدة العرضية والطولية والمائلة اللا إرادية بالانقباض لتحطيم المواد الغذائية الواصلة إليها وتكسيرها إلى جزيئات يسهل تحويلها إلى طاقة وفي هذه الأثناء تفرز الغدد الموجودة في المعيدة كلا من حمض الهيدروكلوريك HCL والذي يحافظ على جعل الواسط حمضيا لقتل معظم البكتيريا والميكروبات وإنزيم البيبسين الذي يقوم بهضم البروتينات إلى بيبتيدات هذا بالإضافة إلى المادة المخاطية التي تسهل مرور الطعام في المعيدة وتحمي جذار المعيدة من الحامض المركز وبعد إتمام الهضم المعدي للطعام ترتخي العضلة العاصرة في نهاية المعيدة ليمر الطعام إلى الأمعاء حيث يتم استكمال هضمه إلى مكوناته الدقيقة تحت تأثير ثلاث عصارات العصارة البنكرياسية والتي تعتبر من أقوى العصارات حيث تقوم على هضم الدهون والكربوهايدرات والبروتينات العصارة الصفراوية التي يفرزها الكبد وتعمل على هضم الدهون والعصارة المعوية وهي عبارة عن سائل تفرزه الأمعاء لاستكمال عملية الهضم الآن يكون الطعام قد تحول إلى أبسط مكوناته فاعتم امتصاصه من خلال الخملات الغذائية الموجودة على جدار الأمعاء الدقيقة والتي تحتوي على تفرعات الأوعية الدموية وتفرعات الجهاز الليمفاوي حيث إن الغالبية العظمى من المواد الممتصة تنتقل عبر الشعيرات الدموية إلى الدم ومنه إلى الكبد عبر وريد الباب الكبدي فالقلب حيث يوزعها القلب إلى جميع أجزاء الجسم وهذا هو الطريق الدموي بينما ينتقل جزء من المواد الممتصة عبر الليمف ومنه إلى الدم الذي يوزعها إلى جميع أجزاء الجسم وهذا هو الطريق الليمفاوي ترجمة نانسي قنقر